لاتحاتي المنطق الكويتي برمجكم في التبصر في لهجتنا الكويتية لما تقول لاتحاتي لأحد يعني لاتقل خلاص أرفنا هذا اللي معنا مقاقة قولت وكالله تجيب لك شاي رهش ماي دهنعود شيء عشان يركض ويتضخ ويسمع ويتبصر اصبر اركض تأمل شوف طعامة لهجتنا لما تتأمل في اللغة العربية الفصحة حتى بتشديد التأ ففي اللغة العربية الفصحة حينما يتغير التشكيل يتغير المعنى فهذا هو رسم الكلمة هكذا هو املاؤها وهذا هو تشكيلها ويكون معناها كما في مصدرنا المعجم الرائد معناها فتلة إذن حتى معناها فتلة نعم معناها فتلة شروع يعني فتلة تضب لأخويطين وبرمهم صاروا جديلة ما تشوف الشراغ مله فتيلة أخويطين مبرومين على بعض هذه الفتيلة وكذلك معنى حتى أحكم الخياطة فلما واحد يقلق من أمر ما يحيك في عقله حكاية ويجادل مع نفسه يسوي جدائي الأفكار مع نفسه مرة يقول إيه مرة يقول لا مرة يقول أبطلقها مرة يقول لا أنا أموتها مرة يقول أنا رحاس قطرة مرة يقول لا أنا دراستي واثق منها كادي حاتي شوفي خلي السالفة السالفة الأولى اليمنى تبدأ تبرم مع السالفة المناقضة اليسرى ويبرمهم على بعضها كادي حاتي إلى أن ينسج في أقله نسيج ثقيل من أفكار مرهقة فنقول فلها أولد حاتي ها الحين صار معنى فلها حين منطقي أثاري في شيء محاك يحتاج أن كنت تفله في شيء من برم عقد على بعضه البعض ومن يبحث في جوجل يكتب عصبونة خلية دماغية بتشوفها سبحان الله كلها مناسبة لهذا المعنى من يتبصر في لهجته يزداد عقلا فلها ولا تحاتي